أداب قضاء الحاجة أولا قبل أن ندخل إلى دورة المياه إلى الحمام تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث تمام هذا قبل أن يدخل وإذا خرج انتهى من الحمام يقول غفرانك يقدم الرجل الوسرا عند الدخول واليوم عند الخروج ينقاط عن ذكر الله في الحمام لا يذكر الله في الحمام أبدا لا يدخل إلى الحمام بالمصحف لا يستقبل القبل ولا يستدبرها يجب علي أن يستطر من أعين الناس لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس أماكن جنوس الناس في الطرقات تحت الأشجار المثمرة لا يبول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري لا يمستكرو بأمينه لا يتكلم بكلام الناس إلا عند الحاجة إذا انتهى من قضاء الحاجة وجب عليه أن يطهر المكان أما بالماء أو بالمناديل الحجارة لكن المناديل لابد أن تكون طاهرة لا نجيشة لا يمكن التطهر بأوراق الكتب التي فيها حديث أو قرآن لا يمكن أن أستعمل الخبز الطعام الإنس أو طعام دواب الإنس أو طعام الجن العظم مثلا البرسيم مثلا للحيوانات مثلا الأشجار التي أكل الحيوانات لا يمكن أن أستخدم ثلاثة مناديل هذا أقل شيء يعني ما أصح أن أستخدم مناديل واحد أمسح فيه المرة الأولى يصح أما المرة الثانية أصبح أمسح على مكان نجيش أصبح المناديل نجيش أمسح على مكان 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 نجيش